وأول سؤال وصلنا سؤال بيقول السلام عليكم أنا والدتي متوفية أثناء ولادتها لي يعني والدته توفت وهو وهي بتخلفه وبعد 34 سنة والدها مات الله يرحمهم جميعا وخالي عمل إعلان وراثة وطلع لي نصيب أمي كما لو كانت على قيد الحياة بوصية واجبة بس خالي مش معترف بيها وبيقول إن لي ثلث مراس والدتي فهل أستحق الورث كامل أم الثلث طيب هو يبدو إن الكلام ده فيه شوية أخطاء ليه؟ أول حاجة إحنا عندنا حاجة اسمها الوصية الواجبة الوصية الواجبة هذه هي وصية وليست مراس ولكن وصية واجبة يعني إيه وصية الواجبة؟ وصية الواجبة ملحقة زي بقية الوصية بالمراس ليه اسمها الوصية الواجبة؟ إن إحنا أقمنا الدعية الحاملة من الشفقة على الأحفاد لدى المورث مقام إنه هو أوصى وليه واجبة لتمام الشفقة على الأولاد؟ وليه وصية واجبة عشان نفرق ما بينها وبين الوصية الاختيارية؟ إن اللي واحد بيكتبها بإرادته وبيخليها عشان تنفس بعد كده وإحنا خلاص استقرت الفتوى وكمان التشريع المصري بالعمل بالوصية الواجبة والوصية الواجبة هناك أدلة كثيرة على مسألة موجود الوصية الواجبة الوصية الواجبة الاختيار فيها إن أبناء الفرع الوارث اللي هو الأحفاد يعني اللي مات في حياة المورث يعني الأب اللي مات في حياة الجد وبعد كده الجد مات بعد وفاة الأب أو وفاة البنت يحصل إيه بقى؟ يحصل الأحفاد أو الحفيد على نصيب الأصل الفرع الوارث أو الثلثة أيومة أقل ثلث إيه؟ ثلثة التاركة أو نصيب مين؟ نصيب الوارث ده لو كان حيا طيب يبقى دوات الموجود إما التلت أو نصيب الوارث لو كان بيساوي التلت أو أقل من التلت تمام خلاص كده؟ خلاص كده فلذلك المسألة اللي عندنا دي أنا معرفش الوارثة إيه؟ عشان أقول والدة حضرتك كانت هتاخد التلت أو أكتر من التلت أو أقل من التلت لكن على كل حال إحنا الوصية الواجبة مش هتتجاوز السلس على كل حال الوصية الواجبة لأنت تتجاوز لإيه؟ السلس فخليني أقول لك كده يبقى الوصية الواجبة سواء كان نصيب والدتك أكتر من التلت أو بيساوي التلت فأنت هتاخد التلت طيب يبقى إذن هو ده الحكم الشرعي فأنا عايزك تراجع أعلان الوارثة لازم تراجع تراجع ليه؟ لأنه واضح أن الكلام اللي حديك بتقوله إنه هو أعلام الوارثة بياخد نصيب والدتك وهو أكتر من التلت ده مش هيكون صحيح فعليك تراجع ده يبقى إحنا لازم نراجع المسألة دي لأنه هو دوت المهم في هذه المسألة يبقى الوصية الواجبة بناخد نصيب الفرع الوارث يعني فرع الفرع ابن الفرع الوارث بياخد إيه؟ ابن أو ابن بياخد نصيب الفرع الوارث اللي هو الابن للجد يبقى بياخد إيه؟ يبقى عندنا جد وأب اللي هو الفرع الوارث اسمه كده في المواريس الفرع الوارث وبعدين الحفيد اللي هو ابن الفرع الوارث بياخد إيه بقى؟ ابن الفرع الوارث إيه؟ في الوصية الواجبة السلس أو نصيب الفرع الوارث أيهما أقل أيهما إيه؟ أقل فلازم إحنا نراجع ده عشان نشوف الفرع الوارث كان ياخد كام ونشوف لو كان هو أكتب من التلت عينياخد التلت المترجم للقناة